وأفاد الإعلام الرسمي اللبناني ليلة الخميس أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضحية الجنوبية لبيروت في واحدة من أعنف الضربات على العاصمة اللبنانية منذ بدأت إسرائيل قصفها في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي وفي خبر عاجل وردنا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والذي يقول إنه قصف في ضربات أمس على الضحية الجنوبية لبيروت مقر مخابرات حزب الله إذن في خبر عاجل صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والذي يقول فيه إن الجيش الإسرائيلي قصف في ضربات أمس على الضحية الجنوبية لبيروت مقر مخابرات حزب الله وينضم إلينا من بيروت الصحفي وليام عزام أهلا بك وليام بداية التطورات الميدانية طبعا وآخر الأنباء التي صدرت عن الجيش الإسرائيلي بأنه تم قصف مركز الاستخبارات لحزب الله في الضحية الجنوبية نعم بالنسبة للوضع الآن في الضحية الجنوبية لبيروت الآن يخيم الهدوء الحذر قبل ذلك قبل ظهر اليوم سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة أشخاص هم عمال إغاثة تابعين لحزب الله استهدفوهم بصاروخ منطقة المريجة في الضحية الجنوبية لبيروت حيث جرى الحديث عن ثلاث إصابات هذه الغارة تلحق بسلسلة غارات جنوبية إسرائيلية عنيفة شهدتها الضحية الجنوبية لبيروت الليلة الماضية تحت عنوان محاولة أو اغتيال هاشد صفيدي رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله المرشح لخلافة حسن نصر الله وأسلوب تلك الغارات كان شبيها بتلك التي اغتالت حسن نصر الله ولكن حتى الساعة هناك صمت تام من جانب حزب الله بالنسبة لمصير هاشم صفيدي وكذلك صمت تام من المصادر اللبنانية الأمنية والرسمية هذا بالنسبة لوضع الضحية الجنوبية لبيروت ولكن التطور الأخطر هو قصد معبر المصنع الحدودي الذي يربط لبنان بسوريا واغلاق الطريق الدولي تماما التي تربط بين البلدين وهو ما يشكل اطباقا للحصار على لبنان حصار بري من جهة وجوي عبر منع أي طائرة سوى تلك التي يسمح لها الفيران العربية الإسرائيلي من الهبوض في مطار بيروت وايضا حصار بحري تحت مراقبة البحرية الإسرائيلية علما أن طائرة إيرانية وحيدة هبطت في مطار بيروت منذ بعد الوقت هي طائرة وزير خارجية إيران عباس عراقجي الذي وصل منذ بعد الوقت إلى العاصمة اللبنانية عثو سيلتقي في هذه الأثناء رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاطي وبعد ذلك رئيس مجلس النواب اللبنانيين بهبر في زيارة لافتة في التوقيت وفي هذه الظروف والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية اعتبر أن هذه الزيارة هي زيارة تضامن للبنان وأن إيران استحبت معها مساعدات للنازحين اللبنانيين والمقيمين في لبنان إذن هذا الوضع بالنسبة لبيروت والضحية الجنوبية لبيروت والبقاع اللبناني حيث معبر المصنع ننتقل إلى جنوب لبنان حيث المعارك محتدمة ولا زالت محتدمة خصوصا على المحاور الثلاثة يارون مارون الراس وكفركلة العديسة حيث تستمر الاشتباكات المباشرة بين القوات الإسرائيلية التي تحاول التواغل داخل الحدود اللبنانية ومسلحي حزب الله الذين يصدرون بيانات متتالية بأنهم يتصدون لهذه العمليات وهذه المحاولات علما أنه سجل اليوم نعم وليم أيضا وليم لو تبقى معنا نتابع هذه الصور المباشرة من العاصمة الإيرانية طهران لبدء مراسم تأبين حسن نصر الله إذن هذه الصور تصلنا مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران لبدء مراسم تأبين حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله والذي قضى بفعل الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أيام خلال اجتماع لقيادات الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت إذن مشاهدين هذه الصور تأتينا مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران لبدء مراسم التأبين للأمين العام لحزب الله والذي قضى مؤخرا في الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وبدأت مراسم تأبين الأمين العام لحسن نصر الله والقائد في الحرس الثوري الإيراني كذلك عباس نيل فروشان في طهران للتذكير فقط بأنه كان هناك تضارب في الأنباء التي وردت عن موعد تأبين وموعد جنازة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ولم يتمكنوا في لبنان ولم يتمكنوا من دفنه في بيروت ويبدو بأن مراسم التأبين بدأت اليوم في طهران العاصمة الإيرانية كما نشاهد جموع من قيادات الحرس الثوري والمسؤولين الإيرانيين في هذا التأبين بالعودة إليك ويليام إذن يعني بالعودة إلى الأوضاع في بيروت في الضاحية الجنوبية إذا ما أردنا أن نقف على أوضاع النازحين والأوضاع الإنسانية هنا كيف تبدو صحيح سجل أيضا في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت عمليات نزوح كبيرة خصوصا بعد الإندارات المتطالية التي وجهها المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي بإخلاء بعض الأحياء وبعض الأبنية هناك عمليات النزوح مستمرة من الضحية الجنوبية لبيروت إلى العاصمة بيروت ومن العاصمة يتم توجيههم إلى الشمال حيث الحكومة اللبنانية قد خصصت نحو أكثر من 850 مركز إيواء في كل لبنان وتوزع النازحين من الجنوب اللبناني ومن الضحية الجنوبية لبيروت ومن البقاع إلى تلك المراكز وأيضا كانت قد خصصت مساعدات غدائية ومالية حصلت عليها إن كان من دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت مساعدات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وأيضا بالنسبة لباقي الدول أو بعض الدول العربية والخليجية وأيضا بعض الدول الأجنبية علما أن الحكومة اللبنانية تطالب بنحو أكثر من 400 مليون دولار مساعدات للنازحين أخذت وعودا بتحصيل 200 مليون دولار منهم فقط حتى الساعة لمزة من الإشارة إلى جانب هذه القضية إلى تطورين مهمين اليوم حصلهم منذ بعض الوقت التطور الأول هو الاتصالات المكثفة التي يجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيد مصاتي بالنسبة للإنذار الإسرائيلي إلى الدفاع المدني اللبناني وهو مؤسسة حكومية بعدم التحرك وإسعاف وإنقاذ أي أحد خلال عمليات القصف الإسرائيلية وهو إنذار جدي وأيضا يلدف بخطورة بعدم التحرك للمهام الإسعاطية والإنقاذية وأيضا لإطفاء الحرائق ويحاول دئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية معالجة هذه القضية الخطيرة إنسانيا ثانيا التطور الثاني هو إنذار جديد من المتحدث العسكري الإسرائيلي أيضا إلى 35 بلدة لبنانية في جنوب لبنان اليوم بإخلاءها فورا إلى شمال نهر الأول في سياق هذا الحديث عن العمليات الإنسانية وليا مريد فقط الانتقال إلى هذا الخبر العاجل أعلنت بريطانيا الآن أنها ستمد لبنان بعشرة ملايين جنيه استرليني إضافية كدعم إنساني لمساعدته في التعامل مع نزوح الجماعي للسكان والعدد المتزايد للقتل والمصابين المدنيين إذن بريطانيا أعلنت الآن بأنها ستمد لبنان بعشرة ملايين جنيه استرليني إضافية كدعم إنساني لمساعدته في التعامل مع النزوح الجماعي للسكان والعدد المتزايد كذلك للقتل والمصابين المدنيين جراء هذه الهجمات الإسرائيلية بالعودة إليك وليام يعني الحديث وكما ذكرت قبل قليل يتزايد حول الحصار البري والبحري والجوي كذلك وهناك أيضا حصار على بعض المعابر كيف يؤثر هذا على عملية توريد الغذاء والدواء وكل هذه المنظومة هل من تأثير فعلي بدأتم تلاحظموه؟ صحيح هناك تأثير ولكن بطيء لأنه يبقى أن مطار بيروت الدولية استطيع أن تحط فيه طائرات لمساعدات بعد التدقيق بهوية هذه الطائرات نتكر أن وزارة النقل اللبنانية الوصية على المطار كانت تحدثت عن استطاعة الجيش الإسرائيلي من خرق برج المراقبة وبالتالي من معرفة مسبقا أي من الطائرات التي ستحبط في مطار بيروت كذلك بالنسبة لمرفأ بيروت هناك مراقبة بحرية إسرائيلية للسفن التي ترث في هذا المرفأ أما بالنسبة لمرفأ طرابلس فسين العمل هناك طبيعي ويمكن تحويل الكثير من السفن التجارية وسفن المساعدات التي تأتي إلى لبنان يمكن إفراغها هناك في مرفأ طرابلس ولكن نلمس اجتداد الإطباق على لبنان من خلال استمرار الحصار وآخرها مسألة القطع الطريق عند المصنع معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا هذا المعبر الذي خرج منه مؤخرا أكثر من 270 ألف مقيم في لبنان من لبنانيين ومن لاجئين سوريين نعم شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل الصحفي وليام عزام كنت معنا من بيروت